احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد لم لم رمضان أوراقه مسجلا فيها أعمالنا بخيرها ويعني بأنواعها الأخرى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون شاهدا لنا لا شاهدا علينا لو استنطقنا رمضان كيعني شاهد في محكمة الحسنات والسيئات وهو شاهد صدق ماذا يقول عنه على المستوى الخاص وعلى المستوى العام يعني ليسأل كل واحد من نفسه لو نطق رمضان وهو يودعنا كما أن ضيفا إذا زارنا في بيتنا وقدم تقريرا عن يعني مدة الضيافة كانت مدة ضيافته شهرا سجل فيها صلواتنا ودعواتنا وصيامنا وقيامنا ورصد فيها كثيرا من أحوالنا فماذا يقول الشهر الكريم عنه هل يترى يعني يزكينه هل يرى أننا قد صمناه إيمانا واحتسابا هل بإذن الله رب العالمين في أخيه شوال سوف نواصل تفوقنا الطاعات أو تفوقنا الحسنات إذا جاز التعبير بعد رمضان هل صفت قلوبنا هل نوينا أن نعفو عن من ظلمنا هل نوينا أن نصل من قطعنا هل نوينا أن يعني يعني نتواصل بالخير مع القريب والبعيد هل عندنا من النية أن لا نقطع صلاتنا بكتاب الله عز وجل وأن كما ختمنا المصحف في رمضان مرة ومرتين وثلاثة وأكثر هل عندنا نفس النية لأن شوال شهر من شهور الله كما أن رمضان شهر من شهور الله فهل يجوز أن أطيع في رمضان لمدة مثلا عشر ساعات وأطيع في غير رمضان لمدة نصف ساعة هذا كلام يعني هذا العمرك في القياس فضيع يعني فضيع جدا فأنا أرى والله أعلم أن رمضان إذا كتب تقريره وعننا يجب أن نستقرئ سريعا ما الذي قتبه رمضان وعننا هذا هو السؤال هل يترى سوف تتغير معاملاتنا في بيوتنا مع زوجاتنا وأبنائنا مع أبائنا وأمهاتنا مع أقاربنا مع دوء رحمنا مع جيراننا مع الذين عملون معنا في العمل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا وأن يجعله شهر يعني قبلت فيه حسناتنا وأن يكون باب الريان في الجنة قد فتح لنا بإذن الله مع زمرة الصائمين المقبولين اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين وفك كرب المكروبين وأمن الخائفين وأصح بلاد المسلمين وأصح ما بين الرعاة والرعية وما بين الحكام والمحكومين وما بين الأزواج والزوجات والدول بعضها مع بعض والجيران بعضهم مع بعض إن ربي ولي ذلك والقادر عليه اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا حسنا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وندعو الله أن يكون عيد يمن وبركة على الأمة الإسلامية كلها أحبة في الله لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع دائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته